أكثر من خمسين شهيدا وجريحا بينهم نساء وأطفال حصيلة تفجير عجلة مفخخة قرب مطعم شعبي في منطقة شفته وسط مدينة بعقوبة ويرى مراقبون إن الأوضاع الأمنية في محافظة ديالا بدأت تنهار بشكل متسارع مع قرب جلسة إقالة المحافظ مثنى التميمي وتزامنا مع إرسال رئيس الوزراء حيدر العبادي قوة خاصة لفرض الأمن في محافظة ديالا وحماية أعضاء المجلس من التهديدات التي تطالهم من قبل جهات مسلحة تابعة للمحافظ مصادر محلية أكدت انتشار ميليشيات في الطرق الرئيسة والفرعية في منطقة شفته بعد دقائق من زيارة المحافظ مثنى التميمي إلى مكان التفجير مشيرة إلى إن هذه الميليشيات تم استقدامها بعجلات حكومية دخلت مع موكب المحافظ الذي بدأ يحرض أهالي المنطقة على الخروج بتظاهرات تطالب بإقالة قائدي العمليات والشرطة على خلفية التفجير بحسب المصادر ويحذر مراقبون من إنفلات أمني غير مسبوق تشهده محافظة ديالا في الأيام المقبلة بسبب إصرار مجلس المحافظة على إقالة المحافظ وتمسك الأخير بالمنصب وإن كان على حساب أرواح الأبرياء اشتركوا في القناة